السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن طريقة تنسيق الأرقام الموجودة في النص دفعة واحدة مثلا لو كانت عندنا هذه الأرقام وأردنا أن نقوم بإظهار الأرقام بلون معين أو بحجم معين أو تكون غامقة الطريقة اليدوية هي أن تذهب إلى رقم رقم وتقوم بتضليله ثم تقوم بعمل التنسيق توجد طريقة احترافية لتنسيق الأرقام دفعة واحدة أو لتحويلها طبعا إلى الأرقام الهندية لنبدأ على بركة الله في البداية نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب الصفحة الرئيسية ومن مجموعة تحرير نقوم باختيار استبدال ثم نقوم بالذهاب إلى المزيد تلاحظ توسع النافذة نذهب إلى خاص ثم نختار من خاص أي رقم نضغط عليه تلاحظ إدراج هذا الرمز في مستطيل البحث عن نذهب إلى تبويب بحث ثم نذهب إلى البحث فيه ونختار مستند رئيسي تلاحظ أنه تم تضليل جميع الأرقام الموجودة في النص نقوم بإغلاق النافذة ثم نقوم بعمل التنسيقات التي نريد على هذه الأرقام المضللة مثلا لو أردنا أن تكون الأرقام من لون الأحمر أو تكون bold أو تكون مثلا تحتها خط أو مثلا نقوم بتكبيرها أو تصغيرها كما تشاء بعد الانهاء من التنسيق نقوم بالنقر بالمؤشر في أي مكان في صفحة الورد يتم تطبيق التنسيق لتطبيق التنسيقات فقط على فقرة ومعينة مثلا لو أردنا أن يكون التنسيق فقط في هذه الفقرة في هذا المكان نقوم بتضليلها ثم نقوم بالذهاب مرة أخرى إلى استبدال ثم نقوم بعمل نفس الشيء نذهب إلى خاص ومن خاص نختار أي حرف ثم نقوم بالذهاب إلى بحث ومن البحث فيه نقوم باختيار التحديد الحالي بدل مستند رئيسي نقوم باختيار التحديد الحالي ثم نقوم بإغلاق نافذة البحث واللاحظة أنه تم تضليل الأرقام فقط الموجودة في النص الذي قمنا بتضليله نقوم بالتنسيق كما تشاء لأن لو أردنا أن تكون جميع هذه الأرقام بالعربية بدل الإنجليزية نقوم بالذهاب إلى ملف ومن خيارات نقوم بالذهاب إلى خيارات متقدمة ثم نقوم بوضع شريط التمرير في الوسط ثم من الأرقام نختار الأرقام الهندية ثم نضغط على موافق تلاحظ تحول جميع الأرقام من العربية إلى الهندية بهذا الشكل أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر